ومن الخرطوم ينضم إلينا مرسلنا أحمد العربي ليضعنا في ضوء هذه الترتيبات الأمنية وأكيد هي ترتيبات ليست بسهلة أحمد بتأكيد داليا هذا من أكثر الملفات حساسية في موضوع السلام ما بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة وبالتحديد الجبهة الثورية بحركاتها إلى جانب جيش تحرير السودان جناح مني أركو منناوي هذا الملف يتعلق بوضعية هذه الجيوش كيفية دمج الجيوش وتكوين جيش سوداني واحد قومي يمثل كل هذه الجيوش في جيش واحد يكون لها تمثيلها وكيفية الدمج الأمور العسكرية تحتاج إلى مزيد من التفاهمات ما بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية داليا الحكومة أجازت مقترحا وتصورا خاصا بعملية الترتيبات الأمنية هو الذي دفعته إلى هذه الجولة من التفاوض خاصة مع إرسال وفد أمني احتاجت الحكومة لابتعاث وفد أمني للقاء الحركات المسلحة في جوبا وقادة الحركات المسلحة على الأرض للمزيد من النقاشات اليوم مثلا تجري الحكومة منذ هذا الصباح والوفد الحكومي جلسة مفاوضات مع حركة جيش تحرير السودان عبد جناح مني أركو من ناوي وهناك أيضا جلسة في الثانية ظهرا في ذات الملف بالإضافة إلى المفاوضات في بقية الملفات ترتيب عملية السلام وغيرها عبر الفيديو كونفيرنس من الخرطوم وجبالي الحركات المسلحة برعاية دولة جنوب السودان هذا الملف إن تم تجاوزه تستطيع الحكومة السودانية والحركات المسلحة القول أنهم مستعدون لتوقيع عملية سلام شاملة نعم دالين سنبقى دائما في ضوء كل ما سيرشح أشكرك جزيلا من الخرطوم أحمد العربي